وطن كساب وهاب لا سجادة له ولا جمل يرزقه سياسيوه بما يشغلهم عن الرئاسة والنيابية والبلدية والمحاسبة والأمن الفالت منه والمسيطر عليه وطن تشعله تغريدة لتخرب الوئام بين الحلفاء وبإمكان الرئيس سعد الحريري أو مراقب معراب أن يسجل الآن أن أول إنجازات دق الإسفين قد وقعت في صفوف الثامن من أذار والبقية تأتي فالمعركة بين تياري المرد والتوحيد جاءت قاسية على الطرفين واستخدمت فيها مضادات صاروخية عابرة للزعامات والحيثية السياسية وضرب فيها وئام وهاب في عمق صغرطة والتمثيل والمصالح التنفعية فيما آثرت شخصيات المرد عدم الرد أو التجاهل كرد أقوى وأبعد من معركة دارت رحاها من شاشة إلى تغريدة فإن الحسم الأمني بدأت طلائعه من عرسال حيث بادر الجيش اللبناني إلى فتح جبهة أرادها استباقية وللمرة الأولى بعدما كانت مؤسسته وعناصره وضباطه يؤخذون غيلة وغدرة الجيش سدد في عمق الإرهاب الأسود وفاتح داعش بستة قتلى وستة عشر موقوفا وكان في عداد القتل قائد المجموعة أنس خالد زعرور أحد أبرز الإرهابيين المتورطين في خطف العسكريين وعلى ساعة حسم مماثلة كان الجيش السوري وحلفائه يكسرون أشد حصار على المدن السورية منذ تاريخ بدء الأزمة حيث فكت طوق المحكم على النبل والزهراء في ريف حلب الشمالي وباللغة العسكرية فإن كسر الحصار هذا سوف يعني قطع الأرزاق التركية وسد منافذ تسلل الإرهاب عن أخطر طريق كانت تمد الداخل السوري بالمقاتلين وإلى جانب نبل والزهراء تستمر معركة حلب وسط إصرار روسي على تكثيف الغارات لإلحاق الهزيمة بداعش كما أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف وإلى حين تسجيل نقاط عسكرية على الأرض فإن معارك جناف التفاوضية ستبقى تدور في إطارها الشكلي لسيما أن العراق يخوض أيضا حسابات حاسمة مع الدولة الإسلامية ففي الميدان تكتب بنود جناف وبخط روسي أمريكي مشترك